موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذا الشهر الكريم شهر يمضان المبارك في هذه الحصة القرآنية بامتياز حصة لطائف قرآنية سنتفيأ فيها ظلال آيات الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن قصة من نبي عظيم من أنبياء الله الكرام ألا وهو سليمان عليه السلام هذه القصة سنتدرس فيها فوائد وعبر ولطائف مع نبي كريم عظيم والقصص القرآني ونحن في شهر القرآن بامتياز شهر رمضان ولا أفضل من الحديث عن القرآن في شهر القرآن كما كان هدي السلف أهل كرام قصص القرآن لها فائدة عظيمة لأنها تثبت الفؤاد كما قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص القصص وبيّن الفائدة من ذلك فقال عزيم قائل فقصص القصص لعلهم يتفكرون سنتحدث عن قصة سليمان النبي الكريم وقصة سليمان وردت في القرآن الكريم في ثلاثة سور بشيء من الاختصار في بعضها وبشيء من البسط والتطويل في بعضها الآخر وردت في سورة سبأ وردت في سورة صاد وردت في سورة النمل وعنها أي عن آيات سورة النمل المتحدثة عن قصة سليمان عليه السلام ستكون هذه القصص القرآنية هذه القصة وردها الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد الحديث عن قصة فرعون بعد أن ذكر شيئا من الحديث عن قصة فرعون وقومه وكيف واجهوا الآيات وكيف جحدوها واستيقانتها أنفسهم ظلما وعلوا ذكر قصة هذا النبي الملك العظيم واللافت أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى لكن هذا النبي الكريم كان متواضعا دائما كلما عنت له نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى فكان دائما يقول ربي أوزعني أن أشهر نعمتك التي أنعمت علي وكان يقول هذا من فضل ربي فشتان بين فرعون المتعالي والمتعارم وسليمان عليه السلام النبي العظيم المتواضع لله سبحانه وتعالى هذه القصة فيها ثلاثون آية بعدد أيام شهر رمضان المبارك من الآية الخامسة عشر إلى الآية الرابعة والأربعين من سورة النم لكننا سوف لن نفرد كل آية بحلقة إنما ستكون المعالجة حسب اللطائف التي تكون في الآية فقد نخصص لآية واحدة أكثر من حلقة وربما تكون آيتين في حلقة واحدة سيكون تعرضنا لهذه القصة تعرضا متميزا سوف لن تكون هذه الحلقات تفسيرا ولا شرح مفردات وإنما سنحاول أن نأخذ منها عبر وعظات وفوائد ونوادر وفرائد هو ما عبرنا عنه باللطائف وبعض هذه اللطائف قد يكون مأخاذه ظاهرا قريبا يفهمه كثير من الناس بعضها الآخر قد يكون فهمه نسبي البعد قليلا يفهمه البعض ولا يفهمه الآخر وبعضها قد يكون البعد فيه كثيرا فلا يفهمه إلا قلة من الناس وأحسب أن هذه هي قلة من هذه اللطائف فإن كثير منها هو وسط المأخذ نبتدئ هذه الآيات الكريمة التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن هذا النبي العظيم سليمان بقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلِيمَانَ عِلْمًا فيقول وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطى داوود وسليمان أشياء كثيرة نعاما جزيلة وعظيمة ومتنوعة كما سنرى من خلال هذه الحلقات لكن الامتنان وقع على شيء واحد ألا وهو العلم لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَسَكَتَتْ الْآيَاتُ عَنِ الْمِنَّةُ بِكُلِّ النِّعَمِ أَخْرَى لأن الله سبحانه وتعالى وهو يقتصر عن العلم يبين لنا أن العلم هو أعظم الأشياء أما المنن الأخرى والنعم الأخرى فإما أنها قليلة نفع أو لا نفع فيها أو قد تكون منة وقد تعود على صاحبها بذرر ولذلك لما قال قوم قارون وهم ينظرون نظرة مادية إلى قارون وقد خرج عليهم في زينته يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم لاحظوا كيف أن العلم عصم أصحابه من الخطأ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا الفائدة أو اللطيفة الثانية والأخيرة في هذه الحلقة وستكون مطائف أخرى إن شاء الله في الحلقات القادمات كل خير يناله الإنسان فهو من الله سبحانه وتعالى هو مؤتيه وهو معطيه لأن الله قال وَلَقَدَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا الذي آت داوود وسليمان العلم هو الله سبحانه وتعالى ومدام أن المنن والنعم من الله سبحانه وتعالى فما على الإنسان إلا أن يتوجه بالطلب إليه ويترك ما عداه يطلبه سبحانه وتعالى ويسأله مخبتا والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد يد عبده صفرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لكل خير وإلى حلقة أخرى ولا طائفة أخرى إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر